يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول دخل اليوم 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وخمس شاحنات وقود وذلك من بين 200 شاحنة من المرتقب أن تدخل القطاع اليوم كما استقبل معبر رفح اليوم 16 من الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي للعلاج بالمستشفيات المصرية بالإضافة إلى 300 من مزدودي الدينسية